اشتركوا في القناة افتتح اليوم اشغال الاجتماع السنوي المجموعة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لسنة 2022 والذي تفضل صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله بادفاء رعايته السامية عليه تقديرا من جلالته للدور المتميز الذي يطلع به البنك في ارساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز اواصر التعاون والتكامل بين الدول وأود في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم جميعا على أرض المملكة المغربية بين رحاب مدينة مراكش التي تتشرف هذه السنة باحتضان فعالية هذا الاجتماع الهام على غرار تظاهر الدولية السابقة تشرفت بلادنا بتنظيمها في هذه المدينة العريقة أذكر منها على وجه الخصوص إحداث منظمة التجارة العالمية واحتضان الدورة 22 لمؤتمر كوفاندو كما ستحدى مراكش سنة 2023 بشرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما أود بهذه المناسبة أن أهني السيدة أوديل رونوباسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على جهودها الحتيثة لتطوير آداء وخدمات هذه المؤسسة وتوطيذ تعائمها والرفع من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حضرات سيدة السادة ينعقد هذا الاجتماع السنوي لمجلس محافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تنطلق أعماله اليوم في ضرفية دولية غير مسبوقة في هذا الإطار أنوه بالاخترار الموفق لموضوع الاجتماع السنوي للبنك الذي ينعقده تحت شعار غفع التحديات في عالم متقلب حيث يمثل هذا الاجتماع فوصة سائحة للتشاوير والحوار حول تداعيات المستجدات الاقتصادية والاجتماعية ومحطة للتأمل في الآفاق المستقبلية فكما تعلمون يعيش العالم منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق ومع بروز آمال تحصل وضعي الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2021 انطلقت أزمة زديدة مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية بفعل ارتفاع الطلب وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التدخم على خلفية تصاعد الاضطرابات الجيوستراتيجية واندلاع الأزمة الأوكرانية وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي والإجابة للإجابة عن هذه التحديات لا يمكن أن يقتصر الأمر على تشجيل صعوبة المرحلة أو تدارس آطارها فحسب بل يجدر توحيد جهود مختلف الفاعلين دوليا بروح مسؤولية مشتركة من أجل وجود أو من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمة وتخفيف آطارها على الاقتصادات الوطنية خاصة على الدول متوسطة ومنخفطة الدخل حيث تعلي الدول النامية خاصة من العجل الحاصل بين التوازن بين العرض والطلب فيما يخص المواد الأولية المستوردة وينتج عنها عن استمرار هذا الوضع تفاقم سلوكات غير مستدامة فهل يعقل مثلاً أن تستعمل الأراضي الفلاحية كمصادر إنتاج بديل للطاقة في حين أن العالم في حاجة لتوافر المجدوجات الغدائية الأساسية وبأتمنة معقولة هل من المستدام أن تتقل دول كاهلها بديون تخصص لدفع أتمنة استيراد متساعدة وتبعطر أولويتها التنموية حضرت سيدات السادة لقد أرخت هذه الأزمات المستوردة بذلالها على اقتصادنا كما على كل الاقتصادات الوطنية والعالمية واتخذت بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصار الله مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهادفة كانت محطة إجماع وإشادة وطنياً ودولياً وإذ نسجل بارتياح عودة الاقتصاد المغربي إلى مصار النمو السائد قبل الجائحة بنسبة نمو تناهج 7.6% مقابل توقعات أولية أنداك في حدود 5% لسنة 2021 إلا أن الضفي الحالية تجعل بلدنا أمام تحديات كبرى ذات بعد وطني ودولي ونحن مدعوون لرفعها في عالم متقلب كما جاء في شعار اجتماعينا هذا ولهذه الغاية شرعت بلادنا في تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تهدف أساساً للإحداث طفرة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية وتحفيز الاقتصاد الأخضر ورقمي ورفع من نسبة إدماج النساء في شوق الشغل والتعجيل باستعادة قدرات القطاعات الإنتاجية تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لسياسة اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي ينهجها المغرب منذ عقود ولإنجاح هذا الورش تولي بلادنا اهتماماً خاصاً لخلق بيئة أعمال جدبة تعزز تنمية الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سوى وتبدل جهوداً مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير قطاع المالي ودعم الاستثمار الخاص خاصة من خلال إصلاح ميطاق الاستثمار للوصول إلى تلتي إجمال الاستثمارات بحلول سنة 2035 كما تم إحداث صندوق محمد السادس للإستثمار لتسريع جهود الإقلاع الاقتصادي من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على السعيدين الوطني والترابي مع فسح المجال للشركاء المؤسساتيين الدوليين للاستثمار في هذا الصندوق وتعكس أهمية هذه المجهودات تقة بلادنا في حجم إمكانتها الاستثمارية المهمة وكذا طموح المغرب كبلد ينعم بالاستقرار السياسي وبموقع جغرافي استراتيجي للتموقع كمنصة إقليمية للإنتاج وتصدير انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا الرامية إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتسريع وطيرة الاندماج في سلاسل القيم العالمية بالموازات مع مواصلة جهودنا لتدعيم وإرساء المسار الدموقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون حضرت السيدات والسادة لا تفوتون الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مواكبته المستمرة لمجهودات التنمية التي انخرط فيها المغرب كما اغتنموا هذه الفرصة لدعوة البنك ومن خلاله كافة الشركاء الاقتصاديين للمغرب إلى الاستمرار في دعم جهودنا التنموية تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصار الله وأيده كما أدعو كافة الشركاء الاقتصاديين على وجه الخصوص المستثمرين أجانب أو مغاربة لاستثمار عوامل القرب الجغرافي وكتافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمعنا مع بلدان قارتنا الأفريقية للرفع من حجم استثماراتهم في هذا القطب التنموي الواعد وسيجدون مننا كل الدعم والمواكبة لتنزيل مشاريعهم الاستثمارية انطلاقاً من المغرب في ختام هذه الكلمة يسعدني أن أجدد الترحيب بكم جميعاً وأتمنى لكم مقاماً طيباً بالمغرب شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة